أبدأ هذه المداخلة بجملة كانت قد كتبها فرانس فانون في كتابه لداني دلاتير بالنسبة إلى المستعمر لا يمكن للحياة أن تولد إلا من جثة المستعمر المتحللة واليوم وباسم قضية الشيخ الجراح يخوض الشعب الفلسطيني في هذه الأيام معارك بطولية ضد قوى الفاشية والاستعمار والصهيونية وهو اليوم يكتب ملحمة جديدة من ملاحم الصراع الوطني والاجتماعي ضد الاستعمار وقواه الفاشية في الوقت الذي تستمر فيه الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج في التطبيع مع الصهيونية إن تاريخ الشيخ الجراح لم يبدأ اليوم حتى وإن بذا كذلك فهو يبدأ منذ ميلاد الدولة الصهيونية سنة 1948 أي منذ النكبة حينما هجر أكثر من 750 ألف فلسطيني ليصيروا لاجئين واضطر عشرات الملايين من الفلسطينيين للهجرة نحو البلدان المجاورة لهم كسوريا والأردن في حين أمضى آخرون سنوات بين مدن وقرى فلسطين محتلة في سنة 1950 ستصدر الفاشية الصهيونية قانونا يخص ممتلكات ما أسمتهم بالغائبين أي الفلسطينيين الذين أشرنا إليهم في بدء الحديث هذا القانون سيعرفهم باعتبارهم غائبين وبالتالي سيجعل من الممكن قانونيا سلبى ونهب ممتلكاتهم لأنها استحالت الآن ممتلكات الدولة الصهيونية ولكن القانون لا يتوقف عند هذا الحد بل ويمنع أيضا كل حق عن ما أسماهم بالغائبين في العودة والمطالبة بممتلكاتهم ثم في سنة 1970 ستصدر الدولة الصهيونية قانونا يخص القضايا القانونية والإدارية يعطي الحق فقط لليهود الإسرائيليين بالمطالبة بحقوق الملكية العقارية انطلاقا من هذا القانون ستصير ملكيات اليهود في القدس الشرقية التي كانت تحت الوصاية الأردنية لغاية سنة 1967 تحت تسيير الوصاية الإسرائيلية العامة سيخول إذن هذا القانون تسليم هذه الممتلكات إلى اليهود الإسرائيليين الذين يدعون حق تملكها أو يدعون أنهم ورثوا هذه الممتلكات قبل سنة 1948 حتى وإن كانت هذه الممتلكات يسكنها حاليا سكان فلسطينيون كتلك الموجودة في الشيخ الجراح إذن كل هذا لنبين أن قضية الشيخ الجراح هي قضية محورية في الصراع الوطني والاجتماعي الفلسطيني لأنها قضية تخص استيلاء للمستعمر على ممتلكات المستعمر وقضية سياسات نزع للملكية يقوم بها المستعمر ضد المستعمر لن أستطيع اليوم أن أثير كل جوانب القضية للنقاش ولكني سأكتفي بمعالجة قضيتين اثنتين سبق لي وأن أثرتها في مقالات كنت قد كتبتها القضية الأولى تخص مفهوم الصهيونية وكيف يحاول إديولوجيها اليوم خاصة من خلال ما عرف في فرنسا بقضية معادات الصهيونية إخفاء بعده الاستعمار والفاشي وهي قضية أيضا تضعنا أمام ضرورة معالجة الصيهاق الذي تمت وتتم فيه اتفاقيات التطبيع بين الأنظمة العربية والصهيونية والقضية الثانية تخص العلاقة القائمة بين اليهود المغاربة والصهيونية وقناعة أنني سأنطلق من هتين القضيتين لأنهما في نظري أكثر القضايا تعرضا للتشويه من قبل إديولوجيه الصهيونية في المغرب في سنة 2003 وفي أوج الانتفاضة الفلسطينية الثانية صدر في فرنسا كتاب جماعي باللغة الفرنسية عنواله Le Syonisme Expliqué à Nopote كتبه كتاب صهينا معروفون Bernad-Hernard-Lévy Jacques Tarnero Alexandre Adler Ilie Parnavy et Patrick Lougman وكان الغرض منه إعادة شرح مفهوم الصهيونية لأصدقائهم بغرض إقناعهم بعدم وجود تعارض بين أن تكون صهيونيا ومواطنا فرنسيا أو حتى بين أن تكون صهيونيا وصهيونيا دائما للقضية الفلسطينية هذه المواقف تشبه كثيرا موقف النظام المغربي وطريقته في تبرير تطبيع العلني لعلاقاته مع الصهيونية وكذلك لمواقف الأنظمة العربية التي بدأت في سياسات التطبيع منذ مدة التطبيع العلني وهذا يعني أيضا أن يتم اعتبار معادات الصهيونية كشكل من أشكال معادات السامية كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وبالتالي إمكانية محاكمة كل نضال ودفاع عن القضية الفلسطينية بتهمة معادات الصهيونية كشكل من أشكال معادات السامية إن تطبيع الأنظمة العربية لعلاقاتها مع إسرائيل يأتي إذن في سياق عالمي يتسم أساسا بهيمنة ما أسمى المنظر الماركسي الإيطالي أنتونيو جرامشي بالسيزارية وبما أسمى بولندزاس كذلك بالدولة المتسلطة والانطلاق من هذين المفهومين يجعلنا مباشرة في مواجهة الحقيقة التالية وهي أن الرأس مالية تتطور اليوم نحو أشكال غير ديمقراطية الممارسة السياسية وهذه الأشكال يضبطها جرامشي من خلال مفهوم السيزارية ويضبطها بولندزاس من خلال مفهوم الدولة المتسلطة وهذا بالأساس ما يميز عصر الأزامات فتسيطر على الساحة الإيديولوجية والسياسية مؤسسات أقل ديمقراطية كالجيش والمالية والبيروقراطية والكنائس وغيرها في مقابل تراجع للمؤسسات الديمقراطية كالبرلمان بهذا المعنى تكون ظاهرة الدولة المتسلطة ليست فقط نازعة تنمو وتهيمن حيث تسود الديمقراطيات التمثيلية وإنما هي مصير كل النظم الديمقراطية في عصر الأزامات لن أتعنق هنا في المفهوم ولا أود أن أخذ في التمييز الذي أدخله بولندزاس بين الدولة المتسلطة والدولة الاستثناء فغرضي هو أن أوضح أن تطبيع النظم العربية مع إسرائيل وتطبيع المغرب لعلاقاته مع الصهيونية والفاشية العالمية يأتي في سياق تحول الديمقراطيات التمثيلية إلى نظم ودول متسلطة أما من الناحية الإيديولوجية فالسياق يتسم بصعود الإيديولوجيات اليمينية المتطرفة والصهيونية في أشكال جديدة ونرى اليوم في المغرب ظهور هذا النمط من التبريرات الصهيونية في بعض الأوساط المتصهينة في المغرب إذن وفي لحظات الأزمات الكبرى تسيطر السيزارية على النظم الديمقراطية التمثيلية فتتصاعد الأحزاب الرجعية واليمينية والفاشية والفاشية الجديدة ويتصاعد معها دور الأجهزة القمعية للدولة مما يهيئ المجال والآفاق لبناء تحالفات وعلاقات مع الدولة الصهيونية والفاشية وهذا ما تؤكده أطروحة المؤرخ الأمريكي ليني بغيغغ برينر الصهيونية في زمن الدكتاتوري طبعا هذا هو السياق الذي تتم فيه اليوم علاقات التطبيع العلني بين الدول العربية وإسرائيل والقضية الأخرى التي تشكل أيضا مجالا تتحرك فيه الإيديولوجية الصهيونية في المغرب وتحاول من خلاله تشويه القضية الفلسطينية هو قضية اليهود المغاربة وعلاقاتهم بالصهيونية وتكتسي اليوم هذه القضية نقطة محورية في الصراع الإيديولوجي القائم ولقد سادت في الغالب حول هذه المثألة بالذات الرؤى الكولونيالية والاستعمارية لذا صار من الضروري اليوم توضيح هذه المسألة من وجهة نظر التاريخ المادي كتب على سبيل المثال أندري شوراقي أبحاثا متعددة عن اليهود المغاربة والأفارقة ولكن من موقعه كرجل مؤثر في السياسة الصهيونية حيث أصر على اعتبار أن فرنسا هي من قامت بتحرير اليهود المغربي من بطش أسياده القدامى ولا بد لنا أن نتوقف عند هذا الموقف الصهيوني الممجد للاستعمار الفرنسي ضد ذلالة القوية إن هذا يعني من منظور الفكر الصهيوني والكولونيالي أن نماضي اليهود في الحضارة العربية الإسلامية تميز باستعبادهم وأن من قام بتحرير هؤلاء اليهود هو الاستعمار الأوروبي أما الانطلاق من الدراسة الحديثة التي كتبها جوليان كورنلاكساني والمعنوانة بير بيرجويف وهي لم تترجم بعد إلى اللغة العربية فسيضعنا أمام الرصد التاريخي التالي تاريخيا لم يشكل اليهود في شمال إفريقيا شعبا مميزا عن المجتمعات التي تواجد فيها مما يعني أن انتشار التوحيد اليهودي في إفريقيا الشمالية قد تطور أساسا من خلال حركة ودينامية التبشير من هنا فإن اليهود الأفارقة والمغاربيون ليسوا بواقع الأمر يهودا تعرضوا للتعريب أو البربرة وإنما عرب وبرابرة اعتنقوا اليهودية في سياق بروز التوحيد اليهودي إذن فإذا كان اليوم اليهود ذوي الأصول المغاربية والمسلمين ذوي الأصول المغاربية يحددون انتماءاتهم من خلال التجمعات بشرية مختلفة فإن الواقع التاريخي يقول بأن يهودي يهود ومسلمي المغرب وشمال إفريقيا يتشاركون نفس الأصول ونفس علاقات التضامن والتكافل الاجتماعيين القائمة على مبدأ العصبي القلدوني إن التاريخ الصهيوني يحاول دائما إبراز اليهود الأفارقة والمغاربة وكأنهم عاشوا كشعب منطو على ذاته ومكتف بها أي أمة خاصة وإثنية خاصة إلا أن الانطلاق من قضية التوحيد يطيح بالأسطورة الصهيونية ويفتح آفاقا جديدة للنقاش السياسي غير تلك التي تستحكم بالقيطابات الصهيونية والكولونيالية من هنا وحينما يرحب شخص مثل سيمون سكيرا وهو الكاتب العام لاتحاد اليهود المغرب في فرنسا بالمبادرة الملكية المغربية التي تقول بإدراج تاريخ اليهودية المغاربية في المقرارات الدراسية في المغرب علينا أن نتذكر أنه لا وجود لتاريخ يهودي مستقل خاص بشعب وإثنية خاصة وأن الرؤى الصهيونية للتاريخ القائمة على الوعي الشقي والتي تنظر إلى الشعب اليهودي كشعب منفي شعب خاص إثنية خاصة لا بد له أن يعود إلى أرضه ليحقق سيادته المفقودة لا علاقة لا بالتاريخ ولا ينبغي لها أن يكون لها أي مكان في المقرارات الدراسية لأن الأمر يتعلق بإديولوجيا فاشية لسنا نبالغ فصورة اليهودي المنفي والمهاجر الدائم والتي روجتها في القرن التاسع عشر الإديولوجيات الوطنية المعادية للسامية في أوروبا القرن التاسع عشر إذن عوض الحديث الصهيوني الجديد عن التاريخ اليهودي في المقرارات الوطنية لا بد أن نقترح إعادة إقحام تاريخ اليهودي بالتاريخ العالمي من خارج السرديات الصهيونية الفاشية والكولونيالية ولكن يبقى لنا أن نفسر كيف برزت تاريخيا معادات اليهودي في السياق الذي يهمنا طبعا بوضعها في أسيقتها التاريخية والسياسية المحددة فشمال إفريقيا كان مجالا للصراع الإديولوجي بين التوحيد اليهودي والتوحيد المسيحي مما شكل أساسا لميلاد كل أشكال معادات اليهودية من وجهة نظر مسيحية كعن على التوحيد المسيحي أن يوقف زحف التوحيد اليهودي وقد استند في ذلك على رؤية إثنولوجية اليهود تقاربهم باعتبارهم شعب خاص وإثنية خاصة وشعب منفي ومهاجر لهذا السبب بالذات كانت الحروب الصليبية وهي اللحظة التي تميزت بانفجار الصراع بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي تتميز أيضا بالبروز العنيف لمعادات اليهودية لن نقتحم مجالا يصعب على مداخلة واحدة أن تحيط به ولكن الأمر الأساسي هو أن التمييز الطائفي بين اليهود المغاربة والعرب البرابرة قد تحقق في سياق الإدارة الكولونيالية لكي تظهر الصراعات الطبقية القائمة وكأنها صراعات إثنية وطائفية وكيف نفسر أيضا الوضع القانوني لما سمي في القانون الإسلامي بأهل الذمة في المغرب علينا أن نميز بين وضع أهل الذمة الذمي في المجتمع المغربي ما قبل الرأسمالي ووضعه في المجتمع المغربي الرأسمالي وسنحاول الاستناد على التحليل الواقعي وليس على دراسة قانونية للنصوص القانونية الإسلامية ففي التجمعات القروية الما قبل الرأسمالية في المغرب شكل اليهود 25% من الساكنة موزعة في الجهات والمناطق الجبلية الجنوبية الأطلس الكبير وفي الهضاب الما قبل الصحراوي في هذه الدواوير تطورت العلاقة بين اليهود والمسلمين دون وجود أي عوائق خارجية داخل الإطار الثقافي القروي المشترك وفي دراسة معنونة ملاحظات حول الوضع القانوني ليهود القبائل حيث يسود العرف البربري في مجال التافيلات لموليناري نجد أن اليهود الذين عاشوا في ظل المجتمعات الزراعية المقبل الرأسمالية ما كانوا يبحثون عن سيد أو حامي أو واصي وإنما عن وجيب غيبوندون وذلك لأسباب تتعلق بالأعراف الخاصة لكل من اليهود والمسلمين أما في حالة الوقوف أمام العدالة فكانت العملية تستند على الشهادة وأداء القسم بالنسبة لليهودي داخل المجمع اليهودي من السيناكوغ وبالنسبة إلى المسلم أمام القاضي وفي حالات الخلاف بين مسلم ويهودي كان المجيب المسلم لليهودي يؤدي القصام أمام القاضي عوضة وكانت تقع على عاتق المجيب أن يقوم برفع السلاح دفاعا عن اليهودي أو انتقاما له في حال وجود شرائم بتعبير ماركس كانت الحياة في المجتمعات المقبل الرأسمالية تنتظم وفق الإنتاج المنظم في خدمة الإنسان وليس الإنسان من أجل الإنتاج أما تنائية اليهودي المغاربية والإسلام المغارب الجوهرانية والتي تعود إليها اليوم الإيديولوجيا الصيونية المحلية بقيادة الأجهزة الإيديولوجية للنظام المغربي فهي من صنع الإدارة الكولونيالية ولا مكان لها من منظور التاريخ المادي إذن هدفنا كان هو أن نوضح أهمية قضية الشيخ الجراح في الصراع القائم الآن وكيف أنها تشكل قضية محورية في مجالا استراتيجيا للسياسات الإسرائيلية في فلسطين وكذلك التعرض وهو نقد ضمني للمبررات التي يقدمها إيديولوجي الصهيونية في المغرب ضد القضية الفلسطينية وضد ضرورة تحرر الشعب الفلسطيني من الدولة الصهيونية ومن السياسات الإمبريالية في المنطقة إذن القضية واضحة وينبغي على القوى قوى التحرر في الوطن العربي اتخاذ موقف حاسم فيها هي قضية صراع بين مستعمر ومستعمر قضية عنف يمارسه عنف قانوني يمارسه المستعمر تحت إشراف القوى الإمبريالية والنظم والنظام الإمبريالي العالمي بصمت أمام الصمت الأنظمة العربية الرجعية وكذلك قضية شعب يناضل من أجل تحقيق سيادته الكاملة على ترابه الوطني ترجمة نانسي قنقر